ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا أنه يجب على المسلم التنبه والتحذر من هذه الأمراض وأن يقوم بالأخذ الحيطة والحذر واتباع رشادات السلامة وبعض الإجراءات التي ربما تفرضها وزارات الصحة أو الدولة المعنية بحفظ سلامة المواطنين وغير ذلك وذكرتم أنها من قبيل الاهتمام ومن قبيل مسؤولية الإنسان وفرد في هذه الحياة وهي كذلك من الواجبات الشرعية التي يقوم بها ذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه في الحديث أنه قال لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفى في هذا الحديث العدوى فقال كيف هل هناك تعارض أو هل هناك فهم ربما عجزنا عن فهمه في هذا الحديث كيف نجمع بين نفي النبي صلى الله عليه وسلم للعدوى وأن العدوى الإنسان ربما يعد أخيه الآخر وبين أن نقوم بأخذ احتياطاتنا والإجراءات الأمن والسلام حتى نحد من انتشار وتفشي الأمر الحمد لله وبارك الله واستشكال أخي أو تفاهم أخي في محله وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صيرة ولا هام ولا صفر ولا غول وفي الصحيح لا عدوى أي لا يعدي شيئا شيئا وفي الحديث أنه قال له إن الجبال أن الجمال تكون صحيحة كأنها الضباء يرد عليها الجمل الأجرب فيجربها قال صلى الله عليه وسلم من أعدى الأول إذا نظرنا إلى هذا الحديث ونظرنا إلى أحد أخر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذون فرارك من الأسد ومنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن نورد صحيحا على ممرض ومنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان ببلد فيها طاعون أن يمكث فيها ولا يخرج ومن علم أن بلدا فيها طاعون لا يدخل إليها توجهات كلها جاءت من رسول الله نظر العلماء بعد ذلك إلى ما يشبه التعارض لهذا هناك تعارض فمنهم من مال إلى الجزم بأنه لا عدوى ولا يعدي شيئا شيئا وهذا مل إليه الحافظ ابن حجر الاسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى وعليه ألف كتابا سماه بذل الماعون في فيضل الطاعون أشهد في هذا الحديث وكذا ولكن الذي مال إليه معظم المحدثين فهو الذي رجحه العلماء أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى أراد أن ينفي ما كان يعتقده الجاهلية من أن شيئا يصيب شيئا بذاته إنما الأمر بيد الله تبارك وتعالى وإنما هذه أسباب إن شاء الله أمضاها وإن شاء وإن شاء لم يمضيها سبحانه عز وجل وأمرنا من باب إقامة الأسباب أن نفر من المجدون فرارنا من العسد ونهانا من باب إقامة الأسباب أيضا أن نورد صحيحا على ممرض فهذه من باب إقامة الأسباب والأخذ للوقايات ولأنها أسباب ربط الحق عز وجل بينها فإذا جاء شخص صحيح وكان بجانبه رجل مريض كان من شأن مرضه ذلك أن ينتقل إلى الآخرين فقد رتبت حكمة الحق تبارك وتعالى هذا الانتقال بعد ذلك الأمر إليه هل هذا الأصل في الحكمة الأمر لله عز وجل ترى إطارة ينتقل وترى لا ينتقل لو كان هذا الشخص المقابل شخص شاحبي يقين وإيمان بالله ثابت لن ينتقل قوة المناعة الباطنية عنده ستجعل هذا المرض حتى ولو كان من شأنه أن ينتقل لا ينتقل إليه أكل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مع مجذوم وقال بسم الله ثقة بالله وتوكل على الله وقال صلى الله عليه وسلم لكن عامة الناس ليسوا بهذه لا ليسوا بهذه المثابة فكان المجرى الصحيح لعامة المسلمين هذه الوقايات أن يتقي بعضهم بعضا وأن لا يرد صحيح على ممرض ولا ممرض على صحيح فكان هذه الوقات فنقول له استشكالك في محله والحديث محمول إما على نفي العدوى التي تعتقد في الجاهلية من حيث إعداءها بذاتها وإما أن يكون هذا في حق أرباب اليقين هذا في حق الأرباب معامة المسلمين فالأصل أن يقيموا الوقاية بينهم على مثل قاعدة أعقلها وتوكل على الله مع علمنا بأنه لا يمرض مريض إلا بإذن الله وكذلك مع التنبه أنه ليس كل عدوى تعدي كل أحد فبعض العدوى بعض العدوى هي تكون في كبار السن وبعضها تكون في الصغار وبعضها تكون في الشباب وبعضها تكون في النساء فعلى كل حال إذا استوعب الترتيب السنن الكون لذات الله فأنا تنبه لذلك إقامة الأسباب مع ثقتنا بالله وعتقادنا أنه لا يكون أمر إلا بإذن من الله ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا